موسيقى هنا اسمه الدوار اموزرو تعفيرت جماعات ايدا قوي القيمة الريداند وهذا الشيء الذي كان هو الشيء الذي تتبع لنا سيد ربي الحمد لله على كل حال أصخر دراجة من الفق موسيقى نحن كنت اعجبوا فيه صراحة بشكل تقريبا من 600 طن الله أعلم الناس المساكنين ستخلعونا نهر الأول لا يوجد المسؤولين حتى ما جاءت بشيطل عليهم نهر الأول الحمد لله يتوقعون الناس المحسين يتوقعون المساعدة لهم يتوقعون الناس المحسين والشرب الحمد لله على كل حال ستخلعونا موسيقى 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 ننص نحن بقي والمه موسيقى موسيقى منص 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 الناس المساعدة وثير عبر عبر هذا الشكل اه ضروري ضروري الناس دوار هنا دوار هنا من تحت الجبل من نفس السلحة تفرقع بعد ذلك دوار هنا هنا الناس خايفين تفرقع الناس تفرقع الناس خايفين تفرقع تفرقع حتى تفرقع هنا هناك زلزال هناك زلزال هناك زلزال هناك زلزال تقريبا من نصف المغرب وصلت إلى العاصمة الريباط اما بالنسبة للحوز حوز هناك زلزال هناك زلزال هناك زلزال هناك زلزال نشعر باقي يعمل تساقط الأحجار كون المنطقة كنتم تحصل على سلزال وهي صعبة بمعنى الكلمة هذا هو تخلص ويجب المنطقة هذا هو الاشكال اللي لدينا بزفنة. اصلا هنا في دوار امي وزروب. احنا امي وزروب الشلحة يفم الحزرة. احنا عنا هنا اسمون على موسى وما. احنا اصلا هنا ساكنين فم الحزرة. هذا هو الاشكال اللي لدينا بزفنة. منورة الفاجعة. اولا بالنسبة للطريق الرئيسية. احنا كده بكنا هضروع الطريق اللي دايزل الدوار. احنا حاليا مش حال بجداز زنزل دابرة تقريبا شي 13 يوم هذي. احنا باقين مطايفين باش نعنى ندوز الطريق. الرئيسية انتم بكتشو في يقدر 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 تتعرض الصور اللي يستعليها من الطريق. احنا حاليا احنا حاليا تلتاشر يوم دابرة. احنا باقين ما دايزلش عندنا طريق للدوار. كين دابل اللي جايب خنشا ديال الدقيق. ارا كي قسمها في خناشي كيلوات باش يوصلها. وكين ما قلت لكم. احنا في تساقض لحزار في اعلان. كان عاني ومن نولاد ديور لحاليا. شتي بنسبة كان واحدة شارحة كبيرة دابة في الدوار. كتفكر يعني واحد شي حلول اخرى. ربما قاعي اخيوات دوار. انتيني حيت علاش هانت قاع مثلا يعني جلالة المالك نصارى والله مثلا. الحمد لله بعدها يعني امر الحكومة ويعطى واحد دعم لهذا الفئة المتضررة في انتيني. ولكن فين غادي تبني هاد الفئة دابة مثلا. هوا ما قاعد ابان اعطوني تعويض مثلا باش نبني. وشان عاود نبني هنا تحت هذا الحجار. رخص داروري يعني يكون واحد افكار من هنا لقدام. وكيني اللي اصلا صافي. هيد الفكرة ديال اعادة البناء من راسه. قرر مثلا ماشية حلقة عمنات الدوار. كينين الحمد لله بعدها نحمد الله ونشكره بالنسبة لواحد الحجري قدرت تكون تستعليها في الطريق. هذيك حاليا دابة الناس ديال الدوار يقول لك مني جات. وجات من السماء ولا هبطت من الجبل. الحمد الله الحمد لله هذيك العائلة بعدها. اللي اللي توفت في هذه السيدة هنا يا بالنسبة لذلك الدوار اللي هي كان طلبوا لها الله المغفرة والرحمة. راه لو لا الاقدار ديال الله سبحانه وتعالى راه كانت هذه العائلة كلها. وملي كان هضروع على العائلة راه كان هضروع على ثلاثة الأوصار في الدار. آآ يكون تقافة ديال الشلوح هنا يا راه كيكونوا الناس باقين عندهم هذيك الاتلاف كيكون عائلة كبيرة في هالجد الأولاد الأولاد الأولاد. الحمد لله بعدها خرجت سالمة بعد هذيك المرأة مسكينة يعني يقدر لها الله الوفاة في هذه العاقمة. حيث علاش هذيك الحزرارة جات قانت غادي تضي هذيك الدار كلها. هاد المشهد انت كتشوف تداريس أصلا كيديرا. هذي شي هذا هاد الشي الخلق ديالله سبحانه وتعالى ما قدرش نجزموه واش هذك شي بقاع وتاني يقال سكوك ولا ولا غادي تعود شي هزع وتاني مستقبلان وانما هاد الشي عشنا فيه ولقينا راسنا فيه. هم تاني. احنا براسنا كان عيوما من محتوف في المسائل ولكن احنا دابة كنسول وكنسول كان مغيو نستفدي وما زال شنو خاصنا نديرو يعني مستقبلا. يعني يقدر نجمع وغير شي فكرة من عند شي واحد اللي ما عرفوه ويقدر يتفيد الندابة حاليا. ولكن هذا هو الحال ديالنا في الدوار هذا مع ان ما نديرو النصر وشان هنا وشان بذلك عاشو هنا. يعني وسط هات الصخرة وسط الجبال. أليس هنقول لك حتى حان ارى وقلت ادا والمصير ديالنا بنا دل وسط täال الجبال. ترجمة نانسي قنقر